اشتركوا في القناة مع بعض أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وذلك بعد خسارة الزمالك لمباراة السوبر أمام النادي الأهلي بنتيجة 3-2 مساء اليوم وأكد البعض بأن رئيس نادي الزمالك كان غاضب للغاية من خسارة الزمالك لبطولة السوبر المصري وقد ظهر هذا بوضوح مع بعض اللقطات التي ظهر فيها رئيس الزمالك خلال اللقاء ومن المتوقع بأن تكون هناك عقوبات إدارية على لعب الزمالك في الساعات المقبلة من قبل مجلس إدارة القلعة البيضاء ويذكر بأن مرتضى منصور كان قد انفعل على جماهير نادي الزمالك المتواجدة في ملعب المباراة وذلك بعدما تبادلت الجماهير هتافات تهاجم فيها النادي الأهلي وطلب مرتضى منصور من الجميع الالتزام بالأخلاق الرياضية وعدم توجيه أي سباب إلى المنافس وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور قد أعطى تعليمات فورية بعد نهاية المباراة مباشرة إلى اللاعبين وإلى الجهاز الفني في القلعة البيضاء بعد استلام ميداليات المركز الثاني بعد خسارة لقاء السوبر وهذا في الوقت الذي أظهرت فيه اللقطات التلفزيونية بعض لعب الزمالك وهم في حالة بكاء وانهيار تام بسبب خسارتهم أمام القلعة الحمراء بنتيجة 3-2 ويذكر أن فوز النادي الأهلي اليوم ببطولة السوبر لموسم 2017-2018 جعله يحقق اللقب 11 له في تاريخ بطولة السوبر المصري منهم خمس مرات على حساب منافسه اللدود نادي الزمالك في النهاية بشكر حضرتكم مشاهدين متابعين ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم